اشتركوا في القناة الأحد 15 آدار 2020 في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا حضره دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المالية والدفاع الوطني والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل والإعلام والأشغال العامة والنقل والصحة العامة كما حضر الاجتماع كل من قائد الجيش مدير عام رئاسة الجمهورية مدير عام الأمن العام مدير عام قوى الأمن الداخلي مدير عام أمن الدولة أمين عام مجلس الأعلى للدفاع المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس مدير المخابرات في الجيش رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساعد مدير عام أمن الدولة والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا الدكتورة بيترا خوري استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للإجراءات والتدابير الواجب أخذها بعين الاعتبار في إطار الوقاية من فيروس الكورونا بحيث اعتبر فخامة الرئيس أن الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 على 1983 دفاع وطني المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها وقد شدد على الوضع القائم أصبح يستدعي خطوات أكثر شمولية كما عرض وزير الصحة العامة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية وطرح أهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة ثم عرض رؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها وبعد المداولة في الخطر الداهم المتمثل بوباء الكورونا الذي أضحى هاجسا حياتيا في جميع أقطار العالم والاستماع إلى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل إليها هذا الوباء في العالم وفي لبنان قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 على 1983 الدفاع الوطني مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تنولتها هذه المادة بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة وطلب في نهاية الاجتماع إلى الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية متابعة الأوضاع الميدانية ورفعها إلى المراجع المختصة لقيبنا على شيء مقتضى شكرا